عبد الرحمن انتشرت أخبار قبل فترة أن مشكلة زيدان مع ريجورليون ربما تكون مش مجرد لعب كرة قدم إذا نتذكر حتى أنا عم بدور على بعض الأخبار اللي هي أن المسألة لها علاقة بقصص قديمة بينها وصارت من زمان زيدان العلاقة بعلاقات شخصية مع لاعبين آخرين تشعر هذا السلوك عند زيدان الناس دائما تتهم زيدان بغض النظر يعني نحكي زيدان النجح في الموسم الأول بس دائما الناس عند اتهام للزيدان أنه فيه قرارات تأخذ لحسابات أخرى لمستوى يوما ما لما لعب ابنه كتبت صحيف دموندو دوبرتيف وأعتقد الآن فهمنا لماذا عاد الزيدان أنه عاد بس عشان يلعب ابنه حارس مرور في المدريد مبارتين فشبت هذا كلام برأيك أنت كمدريدي منطقي مش منطقي غير منطقي ما أعتقد عقلية زيدان ممكن تفكر بهذا الطريق مثل ما ذكر زيد وأعقب على كلام زيد كل مدرب عنده رؤية لللاعب في التدريبات خصوصا بعيد على المباريات مختلفة تماما على المباريات فيه لاعبين كثيرين نحن نشوفهم في الملعب ممكن يكونوا أقل مستوى من اللي نحن نأمل له مثل فاسكز على سبيل المثال مع أن زيدان متمسك في فاسكز حتى الآن في نهاية عقده زيدان طالب تجديد عقد اللاعب ريجليون لاعب جيد قدم مستوى رائع مع شبيليا مستوى السنة الأولى مع لوبتاكيا مع سولاري كان جيد لاعب جيد لكن ما وصل إلى المستوى اللي يقنع فيه زيدان حتى يقنع نحن كمدردستا يعني ممكن لعب عنده يروح حماس عشان العمر ممكن عنده نشوة اللعب بس فنيا اللاعب أقل من المستوى المأمول في الفريق لكن أنه زيدان يتعامل مع الموضوع في مسألة شخصية عقلية زيدان أكبر من كده وما أعتقد أنه زيدان ممكن يفكر بالطريقة هذه محمود عبد الرحمن بيقول لك أنه اللاعب فنيا يعني بعض الآن بصراحة بتصير كثير في ريال مدريد وبرشلونة بيكون اللاعب أقل من مستوى النادي بس بسبب مباراة واحدة أو لقطة معينة الناس بتظلها تطالب فيه يكون بالفريق الأول بتشوف أنه فعلا ريجليون بعيد على مستوى ريال مدريد يعني هو حجمه حجم شبيليا فرق الوسط أو شوية كبيرة ريجليون إذا نشوف مستوى أنا شوفه ممتاز مبدئيا مقارنة بعمره بالتجارب اللي خاضها لحد الآن ريجليون لا تشوف الطريق الصحيح لكن واضح أنه من خلال زيدان يوم اختار التعاقد مع مندي أو ريال مدريد يوم تعاقد مع مندي واضح نحن نلاحظ وضعية مرسلو اللي هو كان اللاعب الأساسي مرسلو حاليا حتى في المواسم الأخيرة مرسلو صعب يعطيك المباريات الموسم كلها بنفس المستوى غير الإصابات أنا ما أتكلم لك أنه مرسلو مرسلو بسبب العمر قاعد يتراجع آه شي طبيعي يعني لياقيا وشذي فعم يحتاج أنه لاعب يكون جاهز على طول أنت لاحظ أنه مندي زيدان ما يتخلى على فكرة عن اللاعبين لاحظت ما يتخلى عن اللاعبين مثل مودريت بنزيمة راموس في هاي المباريات الكبيرة حتى لو لعب فالفيردي في مباريات معينة في الليقة ما يتخلى عن اللاعبين الأساسيين مثل مرسلو بس شفنا لا زيدان بدأ مثلا الكلاسيكو يعطي فرصة لمندي واثق منه يعامل معاملة الشريك لمرسلو في الدقاق أكثر من كون أنه بديل لمرسلو أعتقد هو الصفقة الوحيدة اللي تحولت لأساسي ايه كون شريك أكثر من أنه بديل لمرسلو أكثر رقلون لو كان موجود رح يعامل معاملة البديل متى ما نصاب مرسلو طيب مرسلو معروف أنه كثير الإصابات أنت الإمكانيات رقليون حاليا ما تكلم لك هو عنده مستقبل أنه يتطور حاليا ما يناسب أنه يكون أساسي أو شريك لمرسلو يناسبه بديل وهو محتاج الشريك لمرسلو كون مرسلو أغلب الوقت مصاب أو سريع الإصابات بسبب العمر ووضع البدني بعمل تقدم العمر ترجمة نانسي قنقر